سيطرت عملات التكوين على سوق العملات الرقمية بزيادة في القيمة السوقية بلغت نحو 50 مليار دولار في الأسبوع الماضي فقد ارتفعت ثاني أكبر عملة في العالم وهي عملة الإيثيريوم لتصل إلى نحو 1400 دولار كذلك أكد المطورون على ضرورة طرح ترقية ميرج التي ستعمل على تحسين توسع الشبكة وتقليل ازدحامها وكذا تقليل تكاليف المعاملة إلى جانب الإيثيريوم قدم منافسون آخرون آداء قويا الإسبوع الماضي حيث صعدت عملة سولانا بنسبة حوالي 14% متجاوزة مستويات 40 دولار حتى وقت هذا التقرير بالنسبة لعملة أفالانش فقد استطاعت أن تحقق عوائد بنسبة 18% خلال الإسبوع الماضي لتتجاوز سعر 21 دولار حتى وقت هذا التقرير حيث نجحت بالفعل في تصحيح أكثر من 80% من أعلى مستوى لها على الإطلاق ما يعد إنجازاً وسط السوق الهابطة التي تشهدها الصناعة حالياً كذلك هناك عملة عملت بشكل استثنائي الإسبوع الماضي ألا وهي عملة ماتيك فقد ارتفع سعرها بشكل مذهل بنسبة 54% خلال الإسبوع الماضي متجاوزة 0.80 دولار يذكر أنه في الإسبوع الماضي أصبح بوليغون هو البلوكشين الوحيد الذي تم اختياره لبرنامج التسريع من شركة ديزني هذا العام وعلى المخططات الفنية تبدو ماتيك في حالة شراء زائد وعلى الجانب الصعودي يمكن أن تصل لسعر 1 دولار للمزيد يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا كايناربنيوز.com أو عبر صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي أخبار العملات الرقمية أقرب إليك من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر